أهلا من جديد من نجوم الدراما الخليجية في هذا الموسم الرمضاني الفنان السعودي إبراهيم الحربي واللي بيطلع للجمهور في رمضان هذا العمل بعملين بدل واحد أولهم قلم رصاص وكمان بيشارك في عمل آخر بمطولته وهو من كثر حبي لك يعني بصراحة أبي أتقدم بيش عادي وين تبدينا لوقف؟ لوقف لوقف عاجبك لو سمحتوا شي قاية نشوف تريد رمعي يا باب ما لك منه الحب محتاج حرب الحرب وحنا قد الحرب صار الشغل ضعف يسور شغل سماع هور عبي ابي هور هور هار عبي هور لجل تبعه لعمر اقول لك تعال اقول لك تعال هنا تتعال انكلمني رجلي رجل محتاج لها حاب ندوء ومفيش أي زعج وينضم لنا من الكويت النجم إبراهيم الحربي أهلا فيك معانا وكل عام وانت بألف خير وأنت بصحة وسلامة والمشاهدين الكرام بألف خير يا رب ينعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله حسيتك قبل شوية أنك كنت بتراجع نفسك أنه ليش وافقت على الظهور معنا صاح هي سارة أنا شفت الأخوات التي تفضلها وانتصار وأملها ودهراب أنت ما خلتي أحد يعني أنت صار شدخل المسكين رياحنا في الموضوع هل بتصل عليه أحد بقوله رياحنا اتصل على سارة هاي اللي سوت كل هالفتنة وشربوكت الدنيا كلها مع بعض لا هي انتصار اللي قالت شاء الله أنت شفي علينا الحين أنا بلا بتشربكيني مع مين لا أنت اللي قلتي لها هي مسكينة قالت دور أم دور الأم طيب رياحنا شفيها انتصار أنت أصريتي هي هي اللي تعالي خلأ أقول لي شي تعالي تعالي لحظة لحظة هو بنامج لقاء ولا بنامج شعور هذي بسوي شعرها بحككة وماذي بالحليب بعد بايش انتصار ودي كل لونها شعرها أخضر ما أدري أحمر ليلة دهراب وانا شعري أبيض أنا أقول الحلقة كلها تبعت شعور العظيم أنا بس يعني لو عندنا شعر أكتب لنا كلمات ونقول حق نحيي أستاذنا وحبيبنا وما يعرف لك لا أستاذ محمد عبدو ما يعرف لي اللي هو صح صح طبعا لسيرت الشعور أنت ليش مش صادق شعرك حاجة نمسي عليه والله ما لقيت الخلطة اللي قالت عنه انتصار القهوة ما ذي إيش يلا تعطيني إياها عشان نسوي خلاصنا من رياحنا نحن ندش بالشعر اش رايش نفتحها رياش بل أهل بنامج مشهور معروف وجميل فاش رايش نسوي برنامج ونقدمه على الانبيسي نوجه التحية لأخوان المسؤولين طارق إبراهيم ولكل الجماعة خلطة كيف تصرق شعرك أنا وصارت دندراوي ووضحنا الموضوع أتحار اهتمامك في المقابلة اللي فاتت بس أنا دمعت عيني من ضحك بس قاعدة تابع للبقاب العيني دمعت من الضحك الله مجعل إن شاء الله أنا أنا والله نفس الشي بس يعني قاعدت أشوف الحلقة قاعدت أقول سارة ما عندها غير الشعر لا ديني فتح الموضوع بس شوية الشعر والرح خلاص طيب خليني دحيني إحنا فيك إنتا لا لا أنا كنت خايف قلت دوري أنا دوري جاي بعد الشعر ما الشعر قلت أنا أشار الله حشوفك نحن طيب وبرضو سألتك على الموضوع طيب خليني الآن أتكلم عنك أكتر عن الأعمال حكيني على من كثر حبي لك دخلوا لي بالله منديل يا جماعة لأنه دمعت عيوني وراح الميكوب تعالي في أسوك دقي على انتصار تعطيش خلطة أقول لك لا لا أبقى شو صورتها أبقى خلت وياي على هوا لا تحط دائم تعرفي تعرفي شغلة على الاسم المسلسل من كتر حبي لك حصل موقف معي قبل شميوم يعني أنا ما أشد انتباهي العمل يعني اسم عادي لكن قاعد أقول لحق شخص يعني أكلمه بالتليفون كذا كذا والله أنا عاصف وكذا ومش عارف فقال لي wag قال لي لا يلي اسم أنا ها باني قال باني ما عجبك لا قمنا بأحتاج ولفت انتباهي destroy شخص لا تحورين كلامي انت لفت انتباهي أن اسم المسلسل كانت تكلم شخص tem warum مستمعه وقولي اسم المسلسل من كثر حبي لك قال لي شكرا على أنك قعد قاعد تقول لي من كثر حبك لي اذن قال لي اسم المسلسل بعدين انتباه أسبوع اسم المسلسل قال لي ها طيب شكر ها طيب شكرا ما شكور واسم غير تقليدي المسلسل اسم غير تقليدي مسلسل حلو جميل يحمل في طياته كثير من الأشياء سارة يمكن في الوطن العربي بشكل عام كلها متشابهة ومعادة ومكررة ولكن هناك عملية الطرح عملية أن كيف تتناول هذه المواضيع بشكل آخر وبرؤية أخرى مختلفة دوري حلو جميل فيه من الشقاوة اللي ماخذها منك وفيه يعني يعني ما راح أقول لأنا راح أنت راح تمسكيني علي أنا عارف لا أقول بس دور حلو جميلة خلك شجاع يتزوج وحدها أصغر منها قلتها يتزوج وحدها أصغر منها أيوة فهوتي جالسة تقول له أيوة فهوتي فقعدت نادي آخر شيء فهوتي فهوتي عمل حلو يعني في دوري دور فيه شوية بعيد عن الأدوار الثانية الجادة فيها جد وفيها شقة بس أنت قبل فترة قلت أنه بس أنت قبل فترة قلت أنه الأعمال الرمضانية وبشكل عامة الخليجية خلاص تكرار وملل أفكار ومواضيع سطحية والكلام ده كله أنت بتحس أنه هذا العمل مختلف أنا قلت متى قلت أنت قلت في مؤتمر من المؤتمرات ما قلت أنا شيء إلا في تصريح لك في مؤتمر من المؤتمرات أنت ما قلت كده لا 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 ليس صحيح يمكنهم حوروا الكلام أنا قلت أقول مواضيعنا فيها من التكرار وهذه مواضيع عادية نتناولها في كل الوطن العربي وليس في الخليج المواضيع معظم الأفكار متشابهة ومكررة لكن كيف أنك تتأخذها وتعالجها وتطرحها بشكل آخر مختلف هذه الفكرة فيها يعني لأن الأفكار دائما نحن دائما نتعار في قضايان الخليجية ودائما نكون محصورين في البيئة الخليجية يعني بيئتنا الخليجية يحكم والله يعني ممكن الجمهورة وقاعدة الجماهرية الخليجية تميل إلى الأعمال الواقعية أكثر يعني ما تعجبها مثل الفنتازيا ما تعجبها أعمال التاريخية قليلين جدا اللي يميلون لنا هذه النوعية لكن يحبون الدراما الواقعية يميلون لها بشكل أكثر أوكي طيب وإنت الآن كيف تشوف الموضوع مثلا الأعمال اللي بتصير في السعودية الأفلام اللي مثلا سايرة بتطلع المسلسلات هذه كلها كيف بتشوفها لا شك إنها نقلة رائعة نقلة جميلة في حراك قوي جدا جدا يعني موجودة الآن على جميع المستويات إذا تكلمنا يعني بشكل عام ولكن خلينا نتكلم في المجال الفني اللي خصنا يعني في السينفة بشكل عام متحركة المسرح متحرك بدأ يتحرك بشكل أكثر واقعية وأكثر حراك أكثر مما كان عليه طبعا سابقا الفترات اللي مضت التلفزيون أعمال التلفزيونية رائعة ويمكن أنا حتى الآن الشعر أنا حاليا يعني ما زلت في تصوير مسلسل طويل شوية النقلة جميلة جدا في الأعمال السعودية إحكيلي على هذا المسلسل الطويل هو عمل تركي معرب أم إعادته وكتابته بمعرب أيوة بأنه يقدم باللهجة السعودية وبموثلين سعوديين ويحاكي البيئة نقول السعودية والخليجية بشكل خاص فنقلة رائعة وخطوة جميلة وطبعا المسلسل طويل هناك خطة محطوطة من قبل الأخوان المسؤولين في الـ MBC على كذا عمل من هذه النوعية وعرضها على الجمهور وإن شاء الله هي تقريبا تجربة أولى ويا رب إن شاء الله أنها يحقق النجاح ويعجب الجمهور وتكون أيضا تجربة رائدة الفريق الفني طبعا والمخرج والفريق الفني كله من تركيا وبالنسبة حقي أو بالنسبة حتى جميع أخواني الفنانيين المتواجدين معي في العمل تجربة رائعة جميلة جميل الإختلاط والاحتكاك مع مخرجين مختلفين يعني أنا العام كان أيضا وسلسل من إنتاج الـ MBC كان فريق الإخراج والفريق الفني كان من بريطانيا هذا يعطيك فكر يعطيك احتكاك جميل أنك أنت تحتك بمدراء التصوير بمخرجين يعني الفريق خصوصا الفريق الفني يعني يعطيك شيء جديد في حياتك أنت ما تعوت علي وأيضا لك تجربة كانت سابقة أيضا مع الـ MBC وأنا أشكرهم أوجههم التحية أني أنا حظيت في هذه الأعمال أنه كان لي عمل أيضا مع مخرج من أسبانيا وكان مدير التصوير من بوسنا فأيضا كانت فيه فكر فيه طريقة فيه أسلوك فيه الشغل الآن نحن مع الأتراك طبعا يعني هذا يعني يعني يعطي دافع ويعطي يعطي شيء جميل جدا لإخواننا الفنانين وأتمنى لكل الفنانين إخواني السعودين أن ينشأ يا رب الله أعسى الله يوفقه إن شاء الله طيب جميل جدا طبعا إحنا يعني رح وقت طويل من مقابلتنا وأنا وإنت جاسين نضحك وعلى فكرة إحنا برضو قبل كده تقابلنا عملنا مقابلة لا ما رح في الضحك يا عزيزتي لا ما رح في الضحك راح في الشعر وفي الحنة وصبو طيب طيب خلاص خلاص إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله ما حخلي خليك تسمع أي شيء تاني على العموم بشكرك على وجودك معنا واتمنى لك دائما التوفيق كان معنا النجم إبراهيم الحربي شكرا لك شكرا لك